كمية أجهزة في هذا الفيديو ليس طبيعية كلها تم الإعلان عنها من شركة ايسر من مؤتمرهم اللي صار في نيويورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف أجهزة البريداتر لها فيديو لحاله في القناة أيضاً مجموعة أجهزة أخرى كثيرة قلنا نضعها في فيديو واحد فأطلقوا جهازين اجداد فئة الدخول لابتوب بات سوفت ثلاثة وأيضاً سوفت واحد والأجهزة هذه ستتوفر تقريباً في شهر ستة الآن من ناحية الخصائص لو تكلمنا على السوفت ون فشاشة 13.3 انج هي فل اتش دي اي بي اس وأيضاً نتكلم عن المعالج هو البنتيم سيليرون وعندكم اربع جيجا بايت من الذاكرة ومساحة تخزينية اي اربعة وستين مئة وثمانية وعشرين او مئتين وستة وخمسين مع الاس اس دي وشوية مواصفات أخرى موجودة من ناحية المنافذ أما لو رحنا لجهاز السوفت ثري فهو فئة الدخول ولكن أكبر شوية من ناحية الشاشة شاشته 15.6 انج وأيضاً نتكلم عن ساعة تخزينية داخلية 512 جيجا بايت او 1 تيرا بايت ذاكرة تصل الى 8 جيجا بايت ومواصفات أخرى من ناحية وجود اليو اس بي تايب سي في هذا الجهاز لديكم السويتش ثلاثة والسويتش خمسة وكل السويتش ثلاثة والسويتش خمسة لهم شاشات نوعاً ما معقولة نتكلم عن شاشة 12 انج وتقنيات مدعومة كويسة في الجهاز يأتي فيهم الاس اس دي يأتي فيهم منافذ كويسة مثل اليو اس بي تايب سي ومواصفات أخرى كثيرة لو تكلمنا على طول على السعر فعندكم السويتش خمسة يبدأ بسعر 799 دولار والسويتش ثلاثة يبدأ من 399 دولار كل الاثنين المفروض انهم يكونوا على شهر سبعة يبدأوا بالتوفر ايضاً ايسر اطلقت مجموعة اجهزة اخرى مثل شاشة 4K والتي تضعون فيها ميزة جداً عالية من ناحية الرفريش ريت وايضاً ايسر طلعت الجهاز الكلفي واحد الجهاز المتكامل سموه الاس باير يو 27 فيه سي دي ماس سي دي المواصفات المتعودين عليها فيه اجهزة الكلفي واحد اتش دي او ماي شاشة كبيرة تتحرك فوق تحت يمينيسا فيه لعثاني وهو زي 24 هذا يبدأ ب 899 دولار تقريباً وقعدين نتكلم على شهر ستة من ناحية التوفر وايضاً طلعت ايسر ساعة صحية وهي ساعة الرياضية هذه كلها وتكون 139 دولار وفيه ان شاء الله الأجهزة بتجينا في المراجعات والأشياء هذه كلها فنتمنى ان شاء الله نكون حزنا على الرضا الله ثم على استحسانكم نهاية الفيديو كل فيديو يا جماعة سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته